على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أليخوه ألا فاضل السلام عليكم ورحمة الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني معلمك كلمات عبد الله بن عباس ده ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب جدا ومواحد وعبد الله بن عباس الوقت ده كان صغير كان صغير لشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يا غلام والغلام هو الشاب الصغير يعني قال لي إني معلمك كلمات يعني داري علمك كلام والكلام ده مهم جدا جدا. اول حاجة قال له احفظ الله يحفظ احفظ الله تجته تجاهك. ربني يحفظك دي معروفة. يحفظك من اي حاجة انت خائف منها. يحفظك من السوق. يحفظك من المكروه. لكن كيف انت تحفظ الله? يعني شنو تحفظ الله تعفظ الله يعني تحفظ الأوامر الأمرت بيها ربنا والأمرت بيها الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم أمر ربنا أمرنا به هو التوحيد قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى يعني أمره أشكد أعظم أمر هو التوحيد ربنا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ألا تعبدوا إلا إياه يعني ما في معبود إلا الله ودي الناس كثير من الناس ما فهمنا حافظنا لكن ما فهمنا ما في معبود إلا الله كيف الصلاة لو زو صلى لغير الله قال أنا الليلة دار صلى صلى الله الظهر لي حاج فلان دا ما لي الله دا كده كافر الليلة أنه وصلى شنو عبادة وأي عبادة لابد يصرفها لمنو لله طيب لو زرف عيدين وقال يا شيخ فلان دعاه وشيخ فلان دا غايب أو ميت كده برضو كفر لي لأنه دع غير الله يعني عبد غير الله فزي ما الصلى عبادة الدعاء برضو شنو عبادة لابد تصرف الدعاء لله وده كثير في بلدنا دي الناس يعملوا له يموت لهم شيخ يعملوا له قبة ويمشو يستغيس به وهو ميت هو لو حي ما بسوى لهم حي لأنه ربنا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله يبي عزيز ربنا هو الغني أما نحن فقراء بي شيخ فلان وشيخ علان والفكي فلان وشيخ الطريقة الفلانية كلهم ما عندهم حاجة ده له أحياء خلي لو ماتوا هو لو مات ما بيسمعك أصلا ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم الزول اللي بتدعون من دون الله ده عبد زيك وكونه عبد لأله معناته ما ممكن يكون إله لأنه عبد لها الله معناته ما ممكن ينزل المطر حسنا في ناس عندهم زراعة الواحد بد من يقول يا الله تديني الموية وتنزلي المطر يقول يا شيخ فلان وده الشرك والكفر ذاته جماعة لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال أي زول بيدعو غير الله كافر قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فالزول اللي بيدعو غير الله كافر وما بيفلحه من الكافرين كذلك من أنواع الشرك أيضا والكفر بالله لبس التمايم أو بسموها الحجبات عندنا في السودان صح في زول غد يكون لابسة لكن ما عارف فده نحن ما بنقول كافر لأنه شنو؟ ما عارف جاهل لكن بعد ما تعرف وتكون لابسة وتابة تقلعة وتصر على الشرك والكفر دي جريمة كبيرة جدا جدا لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما نتكلم عن التمايم التمايم يا الحجبات دي ذات قال من علق تميمة حجاب يعني فقد أشرك ليه مشركة اللي بيعلق الحجاب؟ لأنه العلم قالوا زولي بيعلق الحجاب ده بيعلقوا إما ليه دير له نفع قولك ده حجاب رزق ده حجاب شنو ده عجاب شنو أو خايف له من ضرر من ضرر من سوء يقولك ده حجاب ضد الدبيب الدبي ضد العقرب ضد السلاح الناري ضد السكين فإما لجلب النفع أو ضفع ضرر والاتنين جلب النفع ودفع الضرر الاتنين بيد الله ما بيد الفكي ولا الحجاب الفكي ذاته إن جلدتوا لبستوا لابين فأكلاب ضرر خلي الحجاب بتاعه الفكي ذاته إن جلدتوا لبستوا لابين فأكلاب ضرر لأنه ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده فالضرر والنفع كلها بيد الله سبحانه وتعالى قالوا خالد من وليد كان محاصر له حصن بتاع اليهود وخالد من وليد تعرفينه زهل قوي جدا جدا في المعارك صحابي جليل محاصر الحصن بتاع اليهود ففيهود بفوق الحصن قال ليه دي قارورة بتاع السم قال لو لن نسلم لكم ما حنستسلم ونفتح لكم الحصن حتى تشرب هذا السم شو أن هذا كانوا إيمانهم قوي بها الله كيف وكانوا متوكلين على الله كيف فخالد من وليد مسك الجزازة بتاع السم وقال حزبي الله ونعم الوكيل لأنه الموضوع دي بيقى موضوع بتاع التحدي بعدها إسلام وكفر قال حزبي الله ونعم الوكيل شيرب كله ولحصن والباقي ما جاء وإي حاج فتحوا لهم الحصن وخشوا ناس متوكلين على ربنا أسل الله لوح يتوكل له على حجاب دول قان ساكت نتعلم بعجاب بتاع واحدة مرة حبوبة لابسة عشرين سنة أو خمسة عشرين سنة وقالت لا دا والله من الفاكير من أبو الشيخ أصو ما بقلعه يا حج هذا شرك قالت لا 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 يا حج هذا حرام لا 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 بعد ما ماتت فكوا ولا دا فتحوا بالموس لقوا بعرب تاعت حمار خمسة عشرين سنة لأفها بيها ومفتكرة إن الحجاب دا حاميها والحجاب دا بجيب لها الرزق والحجاب دا يا جما في عجاب بجيب رزق الفاكير ببيعه ولا بيديك ساي ببيعه يقول لك دا الصبع خمسمية طبعا فاكير ذاته مستابع لكن شايته ودع مئة وربعمية وخمسين ودع مكتش اللي خمسين المهم ولكن شايته ودع مئة وربعمية وخمسين طيب الاروية وخمسين دي جاء لمنو شال الفاكير ودعك حجاب وقال لك حجاب دا بيجيب مليارات يجيب رزق وهو محتاج لكم أربعمية وخمسين هسه دي كيف معنات ما بجيب رزق معنات كلام فارق عشان كده الرسول صلى الله محرم الكلام دا كله وقال دا من الشرك بيالله يا جماعة وأوعك طبشي لك لشيخ تبروك له إنت راجل يا راجل ربنا سبحانه وتعالى بقاك راجل ذكر طبشي تبروك لك لشيخ واحد يقلع أول ما يشوه الشيخ يقلع الطاقية وبعدين يجي يبروك للشيخ يحبي يحبي والشيخ بيضحك فيك بالمناسبة يضحكوا فيك لأنه انت بتحبي انت كنت ماشي على رجلين اتنين ربنا كرمك ولقد كرمنا بني آدم لكن هزولوا ما يماشي بالشيخ بيبقى زي الحمار بيمشي بأربعة الشيخ يضحك ويجي يغبلوا ليده ويغبلوا لك وراعه يخطلوا القروج تحت المخدة وهزول عاطل ما شغال وبول يجي يقلعوا مزرعة الناس كانوا أنا ما عارف أستاذ فيه ولا ما فيه لكن زمان يقول لك دي مزرعة السيد علي ويجي يقول دي نخلته يهدوا عليه والواطة دي حقته وأي واطة طابعه وكراعه تبقى حقته ده كل أكل لأموال الناس بالباطل ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وده ما دين الإسلام الدين بتاع الشيخ الطرق والصبيل بيشوفوا ده ما دين الإسلام دين الإسلام تكون زول عزيز وزول ذكر وزول متوكل على ربنا سبحانه وتعالى ربنا قالوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين شوف خالد موليدة سيتوكل على الله كيف ده الدين تكون متوكل على الله تمام ما متوكل لك على راجل زيك وإنت قد تكون أرجل منه بل إنت أرجل من الشيخ ذاته لكن الناس قانوا شيو غشوهم واستعبدهم المحصول يدي منه جزء كفتا كيف يجيب المرأة يسلمها للشيخ ويقعد برا كيف مرأة تقعد مع الراجل براهم ولك لابعالج فيها ودولي صالح يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلونا رجل بمرأة إلا وكان شيطان ثالثة كان الشيخ ذا ما راجل ذا موضوع ثاني لكن إذا راجل كيف يخده عنده المرأة ويقفه برا عمر بن عبد العزيز قال لا يخلونا الرجل بمرأة ولو كانت مريم بنت عمران وهو يحفظها الغران برضو ما يجوز يخلو بيا ما ممكن تجيب البيضة جنب الحجر والبنزين جنب النار ما يمكن الكلام أيوة نعم فاستعبدوا الناس وغشوا الناس ونشروا بل يا ريت لو أكلوا أموال الناس بس وقعوا الناس في الشيرق بالله بدل من الناس يعبدوا الله بلاو بقى الواحد يعبد الشيخ يسجد ليه ويركع ليه ويتوكل عليه ولقى توكلت علي الله وعليك يا سيدي فلان وتشيرك بالله يا أخي رجل جال النبي عليه الصلاة والسلام قال دا الرسول جمع سيد البشر ما رضا أن يخدته مع الله رجل بس كلمة زلت لسان قال لما شاء الله وشئت يا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم غضب قال له أجعلتني الله ندا قل ما شاء الله وحده إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم صيد الناس ما رضا أن يخدتوا مع الله في مرتبة وحدة ديل ناس دجالين ساكت وفوكيا وسحرة يقولوا للناس خدتونا مع الله وفيما دايحهم بيقولوا الكلام دا فيما دايحهم قال روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك ذاته ترابت على القبر قال له دا أفضل من عرش الله الله ذاته هي ما عدا دا ما كفر دا ما كفر بالله سبحانه وتعالى واحد فين برضا في المديح حقه نحن كونه زول يقوله شعر في صفات النبي صلى الله عليه وسلم الجميلة ما في مشكلة لكن كونه زول يشرك بالله ويخد روحه مع ربنا أو يساوي أي أحد ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يساويه مع ربنا دا حرام وده ما مديح دا شيرك بالله وده الليلة الحاصلة اللي بيقوله مديح دا كله شيرك بالله ما المديح الصحيح أو مديح يخدت معه نوبة هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده نوبة وكان قدور كيف وكان لونة شنو ما كان عنده نوبة لأنه دوش أقول النصارى واليهود دا ما شأقول المسلمين ولا في ذكر بنوبة ولا في ذكر بأورغن ولا دربوكة دي مسألة المسألة الثانية يقول له إذا سألت فأسأل الله إذا دار تسأل تدعو قال لي أدعو الله براو لأنه ربنا هو مالك الكون مالك الملك ما في أحد شريك مع الله بل ما في أحد لا شيخ طريقة لا فكي لا فقير لا زر مالي لا زود دجال بيفتح الكتاب ولا بيقرأ في الفنجان ولا غيره من المجارم والدجالين ما في واحد منهم مالك له زر ولا ضبانة ولا يقدر يخلق ضبانة ربنا سبحانه وتعالى قال لي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وربنا قال في الآية الثانية يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا قال الأولي والفقراء اللي بتدعون من دون الله ديل وتقول يا شيخ فلان تنجدني يا شيخ فلان تمزعني ويا شيخ فلان مدد ربنا قال ديل الفقر يا ديل والمجارم ديل كان مجارم ولا كان بيقوا ناس كمان كويسين الله قال لن يخلقوا ذبابا ضبانة واحدة ما بيخلقها زل ما يقدر يخلق ضبانة كيف نودي للمرأة نقول المرأة ما ولدت والشيخ بدينا الجنة هو ما يقدر يخلق ضبانة يخلق له جنة كيف بالعقل كذا ربنا قال وإيسلوهم الذباب شيئا لا يسعقذوه منه ضعف الطالب المطلوب الوصية الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإذا استعنت فاستعن بالله إذا دار تستعين تستعين بربنا في زراعتك ربنا بعينك في مويتك ربنا بعينك في وظيفتك ربنا بعينك في تجارتك ربنا بعينك في مرضك في صحتك ربنا بعينك في كل شيء إن الله على كل شيء قدير ما تستعين بأي أحد في الأمر الذي لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى آخر حاجة قال له واعلم بيوصي في ودي عم ابن عباس ولو وصي لنا كلنا آخر حاجة قال له واعلم أن الأمة كلها كلها لو اجتمعت كلهم اجتمعوا في محل واحد كل البشر دي المين آدم عليه السلام لحد آخر واحد يوم الغيامة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك دارين ينفعوك لكن ربنا ما كاتب لك النفع هذا ما بيقدروا كلهم ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف اجتمعوا تاني عشان يضروك يطعنوك بيشوك يقتلوك يطبحوك في ريزك جايق من ربنا دارين يمنعوك حازدينك بس ربنا قال ما بيقدر يضروك كل البشرية كل البشر إلا حاجة ربنا كتب لك تاني في زول بتوكل لا على زول أو يعتمد لا على زول ما فيه فالحديثة جمعنا لو فهمناه وحفظناه وعلمنا لأولادنا أمورنا كلها بتمشي تماما كلها أمور الدنيا والآخرة وفي الختام نشكر يعني إخواننا في هذه المنطقة وهي منصور كتي ماش كده جزاكم الله خير على كرمكم لينا وضيافتكم لينا وما قصرتو فطرتونا وأكرمتونا والآن إحنا نمشينا في الشاي نصر ربنا سوحاته يبارك ليكم يا شيخ عمر ويزيدك من فضله ويوسع ليك رزقك ويبارك ليك في عيالك وفي مالك وفي أهلك دينا نجاوب دا نجاوب دا ونجي دا نجاوب كلام كلام شيخ عمر لا لا شيخ عمر شفت دا يرقوم عيوة دا يرقوم كذا بيقول يا أبا أحمد لكن والله ينسي شنو أنا قال الزل قال إذا دا يرقوم مرات بيقول يا أبا أحمد لكنه ما قاصد فيه حاجة ما عارف أبا أحمد دا شنو طيب الشريعة زي ما جات لضبط العقيدة تقوم في ربنا سبحانه وتعالى براه وحده لا شريك له وجات لضبط سلوك الإنسان جات أيضا لضبط الألفاظ اللفظ الكلام اللي بيقوله الإنسان القاصده والما قاصده زي حقك دا برضو الشريعة جات لضبط هذه الأشياء شكد الرجل دا من جل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله وشئت يا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال لي ما يجوز قال لي أجعلتني لله ندا قال لي قل ما شاء الله وحده فنحنا بنقول ليك لو دارتكم من الوطا ما تقول يا أبا أحمد قول يا ربنا أعيني عود لسانك زي ما لسانك تعود على الشي عشين عود لسانك من الليلة من اللحظة دي على الشي شنو السمح الزراعة بتعودكم دي هو بيسأل من الدعاء الجماعي بعد الصلاة نضرب ليك مثلاً الزراعة حق قدكم دي أنا الآن ما بعرفها صح؟ ولا بعرف قطيعك يا بزاته لكنه بتعرفوها تمام طيب ممكن تمسكوها لي أنا أحرته وأزرعه ويته عارفني أنا ما بعرف أي حي ما بتدني له ليه؟ لأنه لابد زول خبير بيه صحيح؟ طيب الدين ده ربنا قال الرحمن فاسأل به خبيراً برضو عنده ناس خبر بيه وأخبر وأعلم إنسان بالدين هو الرسول صلى الله عليه وسلم في الدين تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم سوى شنو تجتهي تسويه ما سوى شنو تتركه طيب نرجع نقوم نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان بعد الصلاة زي ما بقولوا الناس الليلة في السودان بشيل الفاتحة ويدعوا جماعي الناس وراه العلماء رجعوا مالقوا ولا حديث واحد ولا آية من الغران بيدل على الكلام ده كان ما في كان الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثة مرات عفظ الكلام ده كويس اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركتا هكذا تباركتا يا ذا الجلال والإكرام بعد ذاك يقول للأسكار بعد ذاك بيقول سبحان الله كم مرة ثلاثة وثلاثين الحمد لله ثلاثة وثلاثين ويختم بلا إله إلا الله تمام المية وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقرأ باقي الصور الإخلاص والفلق والناس وهي تلكرسي ما كان في دعا جماعي بعد الصلاة دمونه دا الرسول صلى الله عليه وسلم سوي زيه دائر النار ما تسوي زيه دا الدين باختصار شديد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومي أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة الببار الرسول يدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى دا ما دا للجنة تبعد ذا شوف الدربة بإنفع معك ممكن تدعو براك في السجود دا أحسن من أي حتة تاني في بر الصلاة بعض الصلاة ممكن بعض الصلاة بعد ما تقول الأسكار دي لو در تدعو أدعو براك إذا ما در تدعو خلاص لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بيقول الأسكار دي بعض الصلاة وما كان بيدعو للناس جماعي بعض الصلاة ما كان في بعض الصلاة في رجل أسمع الكلام دا كويس في رجل اسمه الحارس الدمشقي دا في زمن عبد الملك بن مروان قال هو نبي يعني بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال هو نبي تاني زول كافر يعني كافر مش كافر تب عبد الملك بن مروان قام قبضوا الجنود حقينه قبضوا وذالين اقتلوا كل ما يجي يطعنوا أو دا اقتلوا لا رقبتوا السيف دا يدق ويرجع اسمه الحارس الدمشقي يدق ويرجع يدق ويرجع فقام عبد الملك بن مروان قال لهم قولوا بسم الله لانه دا شيطان بيدق البتاعة دي انت ما ما شايف الشيطان شفتها بيدق البتاعة دي السكينة والسيف اول ما قالوا بسم الله الشيطان ما له طار فقاموا وضبحوا وكتبوا فالزول بتاع الحياب دا صح بيدق الرصاص بيدق ويرجع السكين ما بمشي فيه دا معاو شيطان ودر تصدق كلامي دا بس اقلوا عمينه عشان ما تكتل الزول تبقى مشكلة معلقوا في بتيخة في اي حاجة خلاص وقبل ما اتسمي ربنا اضرب ما حيضرب لانه فيش شيطان بيصد شنو بيصد السلاح بيصد الزخيرة او بيصد السكين اذا كان سكين قول بسم الله بينية خالصة او اقرأت الكرسي زي ما قال شيخ الاسامي تيمية بينية خالصة واضرب بيتفرتق البتيخة دي كلها بالحجاب بيتفرتقوا وحسع وحسع دقيقة خلي خلي الكلام حسع بيهم بالعمل انا برجاك هنا ثلاث يوم امش فتش الحلة دي كلها واي منطقة زي اللي عنده حجاب بتاع سلاح جيبوا انا بقطع لك الحجاب ده حتة حتة هالسا دي تان فيه كلام اكتر من قدر ليه ليه جماعة الحكاية شنو الحكاية انو الحجاب ده اصلا بيكتبو بيدا ملحظ بالنجاسات حرفتا حتة لو كان غران يكتبو الغران بالنجاس على انو دي الناس كفر ومجار ما او الفكير كتب الحجاب ده زا تزول مشرك وكافر الشيطان بيقول له ازني با امك مسلا ايوة او اترك الصلاة او اترك الصيام هو يعمل لك في اول صالح واكبر مشرك وكافر يلا بيقوم بعد ده الشيطان شنو بتعامل معه عشان يضلل الناس ويأكل اموالهم لانو الحجاب بتاع السلاح ده بالزاد بكم مليون صحيح او لا ما صحيح ده بالزاد غالي ليه لانو معاوه شياطين ودار يضلل الناس ودار يأكل اموال الناس بالباطل فبيقوم الحجاب ده يكون معاوه شيطان قاعد والشيطان سريع سريع فضلبت زخيرة في الحجاب والزولة مس الحجاب الزخيرة بتدق وترجع ما بتدق في الزول الشيطان بصدة ده الموضوع كله دار تعرف كلامنا ده حقيقي ولا ما حقيقي اقرأت الكرسي واضربت تشوف له ما الحجاب تفرتك قطعة قطعة وجربناها قبل كده عرفتها اي فجربت الحمد لله رب العالماء وده القرآن ما بيحتاج لها تجربة اصلا لكن اشان انت تصدق يعني اه ايوه اذا كان انا سمعت انه في نوع من الشجر العقرب جنبه بتخدر من رحته ولا حاجة كده اذا كان نوع زي ده ده ما شرك ولا حرام اذا كان شي طبيعي يعني خلاس ما هو كتابة اما اذا شي ايوه اذا شي فيه سحر عاملوا الفكي شي مرب الفكي ده ده شرك طوال لكن شي قطعت من الشجر دي اوينه انتوا هدرب الخلاء اكتر مني فاش انا سمعت انه في نوع شير معين او عروق جزور بتاع شجرة معينة خلاس العقرب ما بيمشي عندها ريح حاصلنا بفازة والحاجة كده بتخدر العقرب بتكهربه ما في مشكلة ما هذا شي خلقه ربنا طبيعي يعني نعم سؤالة شي خلمة وحاط الله وحاط الشامة وحاط ونبيه وحاط جنايك بيسأل من الحليفة بغير الله ناس بقولوا وحاط الشامة وحاط جنايك كده ما يجوز الانسان يحلب بغير ربنا على الزلمة نمشي في اندي اول ما يحلف بغير ربنا ما يحلف لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا تحلب بشيخ ولا تحلب بأولادك ولا بالنعمة ولا غيره تحلب بالله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله او لا يصمت من كان حالفا فليحلف بالله او لا يصمت والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلف بابايكم من كان حالفا فليحلف بالله او لا يصمت يبقى الكلام واضح ظلم ما يحلف الله بالله وحتى الحليفة بي ربنا السؤال ما يحلف ربنا عظيم يا جماعة ما يحلف بي ربنا في البصل في الوبامية في الويكة ما يحلف كثير بي ربنا لأن ربنا عظيم إلا إذا اضطررت شديد في حاجة مهمة عظيمة تحلف تقول والله كذا وما تكتر منها لكن الآن واحد يضربوا له تلفون كيف الحال والله طيبين أهبوا خرجوا السجمة والله لسا مالوا والله يا أخي العلاج ده أسدك محدة ما ممكن أنت تكلم عديل كده أبوك كويس الحمد لله ما مرقت لي لا لا إن شاء الله حمرك ما في حليفة وده ما بيحتاج حليفة الحيطة دي فإنت لاحظ نفسك أي زول فينا لو لاحظ نفسه بلقى نفسه بيحلب بي الله في أي شيء الشيء اللي يسوى والشيء اللي ما يسوى ايوة كده لا دي ذاته قال قلت صاح والله قال أشع كده أسه قلت عزيزي والتعلم والله نتجم تزات أيوة ليه لأن النبي أسمعه أسمعه الحديث ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ثلاثة لا ينظر الله إليه موم القيامة وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَشَيْمِطٌ زَانِمٌ وَشَيْمِطٌ يعني زول شايب وكبر وبعدهم شي يزني ده ربنا لا ينظر له لا يزكيه ولو عذاب أليم وعائل مستكبر العائل يعني الفقير يعني فقرانه ما عنده حاجة وبرضه متكبر على الناس مع أنه التكبر على الناس التكبر ما بجوز لا للغني لا للفغير لكن الفغير ما عنده حاجة ده كمان المفروض ما عنده شيء يجعل يتكبر أصلا ومع أنه التكبر أصلا حرام للجميع الفقير والغني قال ورجل وده الأخير وده الموضوع هنا بتاعنا قال ورجل جعل الله بضاعته جعل الله بضاعته لا يبع كيف يعني جعل الله بضاعته فسر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه ما يبيع إلا بالحليفة وما يشتري إلا بالحليفة وبالذات كمان الحليفة في البيع الشيرة بيتمحق البركة حتى لو السلعة بتاعتك نفدت بالحليفة وانتهت وكبطت قروشها كلها وشايف نفسك ربحان تب ما في بركة قروش دي محل ما وديته ما بتعريفه وده الحاصل الليلة على النصر تلقى زوجة القروش بالشوالات بالطروب في الناياه ما في حي الرجل جعل الله بضاعته يعني شنون جعل الله بضاعته قال يعني لا يبيع إلا بيمينه بالحليفة ولا يشتري إلا بيمينه يعني بالحليفة نعم فالإنسان يكون صادق بس ما تضطر تحليف كثير خلي دائما كلامك صادق وكلامك واحد ومورك بتمشي أما عليه الحرام أو حرم وعليه الطلاق أو طلق بعض العلم قالوا دي حليفة بغير الله وهي شرك وبعض العلم قالوا ده من باب النذر بالذات علي الطلاق لكن عموما ما يجوز حرام الإنسان يقول عليه الطلاق أو يقول عليه الحرام أو حرم أو طلق حرام دي نتفق عليه أنه حرام ليه واحد الطلاق يا جماعة حد من حدود الله النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه في سنة ابن ماجة قال لا يقول أحدكم طلقت راجعت طلقت أيلعب بحدود الله وأنا بين أظهركم فالطلاق حد من حدود الله الزلم يجعل في لسانه عليه الطلاق تسوي كده عليه الطلاق تأكل عليه الطلاق تشرب الشاي يا أخي ما يا ما يدار يشرب خليه فالإنسان يكون شنو يكون حافظ لسانه وبعدين إز أس إذا وقع الطلاق ده على المرة حس إذا كم طلاق إذا فرضنا إنه وقع ده كم طلاق كتير يعني بتلقى الناس في السوق الواحدة شاني بيعليه سكر ساكت ممكن يحلب الطلاق خمستاجر مرة أهل مرة دي قيب بعدين فالناس يزول يكون منتبه وما عفده أهل الكلام ده كله خلاص ما يجو فره أخوه ليه يجو ماشين فوقك بهين كبيرا ناس تتربوا الشاي يقول لك لا تقولوا الحرمت وقع يجو راجعي ما ما يجو إنت ما ممكن توقع نفسك في شي محظور دقيقة أسمع إنت في النهار تكريمهم ليه سوا شنو مجدر السواب من ربنا فما يمكننا جماعة أكون زي الشمعة الشمعة دي تحرق نفسك عشان تضولك إنت ما تبقى زي الشمعة إنت ما تحرق نفسك وتقع في المعاصي جايك أنا أنا جايك فإنت ما تقع في زنب عشان تكرم الناس إنت أكرمهم والكرم طيب في الدين وما في مشكلة أكرمهم يا ناس تعالوا تعالوا الشاي جاهز شاينا سمح أمشي لهم أمسيكم من يدهم أمسيكم من يدهم أمسيكم من يدهم جيبوا ما خلاص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وهي من أعظم العبادات عرفتها لكن إنت الآن ما دعيتهم للصلاة أعلن أنت دعيتهم للشاي ده ذاته ما في محل كلامنا فإنت أمش لهم أمسيكم من يدهم قل لهم تعالوا أو قل لهم يا ناس يا فقوي تعالوا أبو خلين يمشوا تزادك أكسر بزمنك إذا ما ديريني يجوا أكسر بزمنك في حي تاني أنت بعد الذي ما ورطك لها الذي بعد ما أقول يعني يأتيهم لا لما تقول لهم كذا قل لهم تعالوا أبو أبو خليمشوا طوال يمشوا بعد ذلك أنت صلي على النبز السلّم لانه الصلاة عظيما قل اللهم صلي وسلم على محمد اللهم صلي وسلم علا نحمد اللهم صلي وسلم على محمد اللهم صلي قدر ما تقدر. وهي السبب في تفريج الهموم. وغفرنا الزنوب. بل اعظم سبب الصلع على الرسول السلّم. لكن ذ مسح ما هنا. ولكن انت ما دعيتم للصلاة عن نبي انت دعيتم للشاي.ما محل لتقول صلّو. لأنه ما ممكن تعسومة. لأنه ما محل الصيام. يشرب شاي. تعال صلعوا على النبي. ده ما حاجة يدعو على الناس. برضو في القبر وقل لك صلي 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 على النبي. فكة طورية تحفر. ده ما محلو هنا. ولا دي حاجة ولا بتستغيم ذاته. لا لغة لا عقلا لا شرع لا ايش. فدبراو دبراو. لا ينتفرق. دي عبادة لكن دبراو دبراو. اي دبراو دبراو. لكن ما بنقول لنا شرك او كده. لكن ما ده ما محلو يعني. دي من البدع بس تدخل في البدع. لا لا بس تقول لي فضل. فضل يا اخي. فضل يا جماعة فضلوا معنا. ما تخليه مشي. اي انه عيدة وابولك عزون تمارخي يا ماجي. اه. وفي ناس لا لا. وفي ناس اسمعوا كلامي. وفي ناس زاتوا حتى لو حلفت عليهم وقلت لهم كلامك ده كله. فينا يا ما بيجوا. حتى لو قلت عليه الطلاق تجي. في ناس ما بيجوا. ليه لا اوريك. انا عارفهم ما بيجوا في ناس. لانه بيضربوا لينا الناس يا شيخنا. انا قلت له انا طلاق تجرب الشاي ورفضها الطلاق وقع. بيحصل انا ما بيحصل. معناته في ناس ما بيجوا. اي ما خلات ما انت ما توريت نفسك عشان تكرمه. تقول لي تعالي يا اخي فضل عندنا شيء. قال لا. شكرا لك. شوف شغلتك. انت ما عندك شغلات تانية. شوف شغلاتك التانية. وبيجي زول غيره بيكون اصلا جعان. او اصلا زول اهلي للكرم. بيجي بيقول. هنا. ما الا الزول ده يعني. الميت ادعو ليه. قولي رب بالزات لمن يدفنوه. ادعو. يعني ادعو ليهم للميتين. الله يغفر ليهم. الله يرحمهم. الله يسبتهم. الله يدخلوا مجنة. يغفر لهم زنوبهم وامشي. اما قرية سورة الفاتحة ذاتها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم يديني اياك انا عبد و اياك انا استعين. دي محلة ما هنا. ومن نلقى ليقروا سورة الفاتحة ما نقرأ سورة البغرة. الاف لا ميم ذلك الكتاب ولا ريبة فيه. صحة لما صحة. فده ما محلة هنا. لكن. قال هنا شو الشيطان بغش الناس كيف? السنة انك تدعو عليهم. دي السنة. الشيطان روح الناس من السنة دي. قال لهم لا تقرأ لي قرآن. قالت القرآن دي اجرة ما يمشي لك الا انت بس. اجرة عظيم. لكن حقك انت ما بمشي لها الهادي ده. انت قرأت قرآن ما بمشي لك انت ده. ولا بجنانة. لاني حي ولا ميت. ده ليك انت. لانه ربنا سبحانه وتعالى. قال والليس للانساني. الا ما سعى. هس انا صليت الله اكبر. اجري بمشي لحواتي. ده حاجة عملتنا في الدين. فكزالي قرأت القرآن. اي صورة قريت الحسنة الحرب بعشرة حسنات. عرفتها اللي عرفتها? فالناس جابوا حيات كثيرة من راسهم وقاموا حشرواه في الدين. كفاكم يا جماعة. طيب يقول لك ان قطع ابن عادم عمله. الا من سلاة. الا من سلاة. ايوة. اه. 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 اه ده ما الدليل ذاته. الدليل ده لي انا. ما لكم انتم. قل لي كيف? اه. لانه قال اذا مات ابنه ادم ان قطع عمله بانتهي. ما بمشي لاخر. الا في ثلاثة حاجات بس. الفاتحة دي ما منها. قال ولده صالح يدعو له. داير ادعي ايوة ما شاكده قلنا تدعو. لا. لا 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 دا كل من الدين ما اي ما في. 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 الدعاء تدعو. اه? مسأل من كتاب ده لسمع القبور. اسم المية القبر. الرصوصة اسلم نهى ان يكتب على القبر. ونهى ان يقعد عليه. ونهى ان يبنى على الغبر. زي القبور والقبب والحاجات دي كلها محرمة بالاسلام. نا. جزاكم الله خيه. بارك الله.